اطلع محافظ محافظة تاعز نبيل شمسان على أداء مكاتب السلطة المحلية وسير أعمال الترميم الجارية في عدد من مشاريع التنمية بمدرية الوازعية حيث اطلع المحافظ شمسان ومعهم مدير مدرية الوازعية أحمد الظرافي ومدراء المكاتب التنفيذية على أعمال الترميم في 24 مدرسة ثانوية وأساسية تضررت نتيجة الحرب الحوثية الإرهابية إلى جانب عدد من المشاريع التي تم ترميمها من مراكز ووحدات صحية ومشاريع المياه ومبنى المجلس المحلي مستمعا إلى تقرير موجز من مدير مدرية الوازعية عن سير أداء العمل في المكاتب التنفيذية بالمدرية واحتياجاتهم ومتضلبات أبنائها وخلال الزيارة دشن المحافظ شمسان العمل في مستوصف السلطان الصحي بمفرقة الحيوق الشقيرة وطلع على سير العمل في مشروع شاقرية الهبدان المقدمة من جمعية النجاء الخيرية تابعة لدولة الكويت الشقيقة والتي تتكون من 20 وحدة سكانية يتم تنفيذها من قبل مؤسسة ينابيع الخيرة كما تفقد المحافظ شمسان مستوى الخدمات الطبية في عدد من المراكز الصحية في عدد من مناطق الوازعية أبرزها حنة والضريفة والشقيرة موجها مدير مكتب الصحة بالعمل على إعداد الدراسات لترفيع مركز الشقرة الصحي إلى مستشفى ريفي ليشمل احتياجات أبناء الوازعية والمناطق المجاورة في تقديم الخدمات الصحية اللازمة للمواطنين وأشار المحافظ شمسان إلى أن هذه الزيارات تأتي في إطار اهتمام السلطة المحلية بتقديم وتطوير كافة الخدمات الأساسية الصحية والتعليمية ومشاريع المياه والطرقات وتنمية موارد المديريات الساحلية مثمنا الدور الكبير لقوات المقاومة الوطنية المرابطة في خطوط التماس وجبهات القتال في مواجهة ميليشيات الحوتي لتأمين المديريات والمناطق الساحلية إلى ذلك التقى محافظ تعز بعدد من القيادات العسكرية والأمنية بمديرية الوازعية وعدد من المشائخ والأعيان والوجهات الاجتماعية والمواطنين مستمعا لهمومهم ومتطلباتهم واحتياجاتهم مشيرا إلى أن أهمية استثباب الأمن لافتا إلى أهمية دور المشائخ والشخصيات الاجتماعية في تعزيز الاستقرار الاجتماعي في مديريات ومناطق الساحل ولقوف جمعا إلى جمع قوات الجيش والأمن